صفحة قوية انتلقتها قوة الاحتلال الصهيوني عقب اعلان المقاومة الفلسطينية اسرها جندي اسرائيلي وقتلها واصابتها العشرات منهم لم تتمكن قوات العدو من الاستمرار في التكتم على خسائرها بعدما فدحتها ايضا مواقع التواصل الاجتماعي الصهيونية وما درت الى الاعتراف هذا المساء بمقتل سبعة من جنودها اليوم ليرتفع عدد قتل الاحتلال خلال يومين الى خمسة وعشرين قتيلا البطولات الميدانية لم تثني المقاومة عن مواصلة دك مواقع العدو ومستوطناته فامطرت تل ابيب وحيفا وعدة مستوطنات اخرى بوابل من الصواريخ وقذائف الهونة حققت المقاومة الفلسطينية انجازا جديدا على الارض ووجهت ضربة قاسمة لقوات الاحتلال باسرها احد جنود الاحتلال خلال المعركة التي خاضتها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي اعترف الاحتلال بقتل اربعة عشر من جنوده خلالها واصابة اكثر من خمسين اخرين معظمهم بحالات صعبة ليصل اجمالي قتل جيش الاحتلال حسب ما اعترفوا به حتى الصباح اليوم الى ثلاثة وعشرين جنديا وفور الاعلان عن عملية الاسر خرج السكان قطاع غزة الى الشوارع محتفين وانطلقت التكبيرات والتهليلات من المساجد واطلقت المفرقعات في الهواء واعلن المتحدث باسم لجان المقاومة في غزة ابو مجاهد ان المقاومين قتلوا اليوم اكثر من عشرة جنود واصابوا اكثر من اربعين اخرين وقال التقارير صحفية وطبية اسرائيلية اليوم ان هناك 101 جندي من جنود الاحتلال يمكثون في مختلف المستشفيات نتيجة اصاباتهم بجراح متفاوتة وتكبدت قوات الاحتلال في هجومها على حي شجاعية اكبر خسائر لها منذ بدء عدوانها على غزة بينما تحول الرقابة العسكرية الاسرائيلية دون معرفة العدد الرسمي لخسائر الجيش وارتفع عدد الشهداء اليوم الى اكثر من خمسين شهيدا بعد ان نفذت الى حرب الاحتلال صباح اليوم مجزرة جديدة في منطقة الشوكا شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة ارتقى فيها 11 شهيدا من عائلة واحدة بينهم عدد من الاطفال ورضيع ونحو 20 جريحة ساعة من الان تم ارتكاب مجزرة جديدة في منطقة شرق رفح هذه المجزرة بحق الى السيام تم استشهاد تسعة مواطنين جلهم من الاطفال والنساء واصابة نحو 20 اخرين بجراح بالغة الخطورة ليرتفع بذلك حصيلة الادوان على قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي خمسمية وثلاثة من الشهداء واكثر من 3150 جريحا واعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عن مواصلة قصف المدن والمستوطنات والمواقع السهيونية بالصواريخ والقذائف واستمرار التصدي لمحاولات التواغل السهيونية على حدود قطاع غزة وقصفت سرايا القدس مواقع سيدروت وكيسوفيم وميجين وأشكول وكرم أبو سالم ومنطقة الزراعة ببيت حنون وعسقلان بعشرات السواريخ وقذائف الهون واعترف العدو بوقوع العديد من الإصابات واستهدفت كتائب القسام مركبتين عسكريتين سهيونيتين وأجهزت عليهما كما تمكنت المقاومة للمرة الثامنة خلال الحرب من قصف مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة بصاروخ R160 المطور واعترفت مصادر عبرية بسقوط أكثر من 15 صاروخ M75 على تل أبيب ومحيطها بينما دوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وبئر توبيا وكريات ملاخي وغديرا وبني براك وحلون والقدس وماتجان وبيتيام وتمكن المقاومون ومنذ بداية التوغل البرية بتنفيذ عمليات نوعية من أبرزها عملية إنزال خلف خطوط العدو في موقع سوف العسكرية التي أوقع فيها المجاهدون خسائر محققة وكشفوا فيها كذب العدو وحصو Gear أبراك أخذizens